الحمد لله وقال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له رص على ذنبه وسأل ربه المغفرة واخبر عن داود لتسور عليه الملكان فقال إن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فذكر الظلم والبغية فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القلطاء لا يغغي بعضهم على بعض فقال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك ونص على زللهم وخطاياهم وأخبر عن غفرانه لنبيه عليه السلام ولم ينص على شيء من زلله إكراما له وتشريفا فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهذا غاية الفضل والشرف فقال ليغفر فقال ليغفر فإن من ذنبك واشتغفر فأناه ولم يقولون ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر وقلت نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر